صباح الخير او مساء الخير عليكم ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اه القناة تكبر بيكم وليكم وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لمواليد برج الجادي بس هرد بخصوص الاسئلة الخاصة اه انا ردت اه على كتير جدا منها اكتر من 90% من الاسئلة ردت عليها ولسه هرد على الباقي اه بس اللي كتب سؤال خلاص اكتبوا وبس انا هشوفوا ان شاء الله اه لان كلكم مستعجرين وكلكم بتقولولي حالا وكلكم لأ في اوقات انا بخصصها للقراءة للرد على اسئلة اه لاني شرحت لكتير جدا ان الكراءة عبارة عن طاقة اه لازم اه بقرة شوية بعمل فيديوهات شوية لكن لازم ارتاح شوية عشان استجمع الطاقتي عشان اقدر اكمل كراءة تاني او افتح الكروت تاني اه يا رب نكون متفاهمين ومكتفئين اه نروح بقى لالقراءة بالنسبة انا مقسمها متزوجين ومنفصلين ومطلقين و اه او زيب وغير مرتبطين دلوقتي هنقول بتاعة المتزوجين المتزوجين من برج الجادي اه انا شايفة طاقطق هنا اه انا شايفاك عندك مسئولية كبيرة جدا مسئولية كبيرة جدا فوق طاقطق وفوق احتمالك اه اه تعبان يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل يعني ممكن تكون عندك الابتزامات او عندك حاجات كتير بتعملها انت في الوقت الحالي حس انها تقلف عليك جدا اه اه كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بانتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل انت قاعد نستني قاعد نستني اللي انت عملته ده اه نتيجته هتكون ايه اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي قافي العلامة يعني مشاعرك هنا بكلم هنا المتزوجين يعني اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية اه هنشوف دلوقتي مقين عاملة جزئين اه جزئين اه جزئ هنا بتاعك وجزء انحيا دي للطرف التاني اه شايفا علاقة الزواج دي اه يعني فيها ايوة شوية حب فيها حب من الطرفين اه لكن العتاب فيها كتير المشاكل فيها كتير الحيرة فيها كتير يعني مش يعني وقت الحب فيها اه شوية صغرين اه 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 فيها كمان غمض فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه او في حاجة عايز يتأكد منها اه 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 انت ممكن تكون يا برج الجازي انا شايفاك عايز تمشي ممكن تكون عايز تمشي عايز تبعد اه بس مش شايفاك بعض زعل انا شايفاك عايز تفكر مع نفسك عايز يعني عايز تلاقي حل عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل يعني انا شايفاك انت عامل كده يا برج الجادل عايز تمشي عايز تبعد بس مش بس ماشي وانت زعلاني يعني شايفاك كمان هنا التواصل في الافكار او في الكلام او كده شايفاك في عنف شوية بينكم انتو الطرفين شايفاك في عنف شايفاك في عتاب ومشادات كتير جدا شايفاك في اختلاف كمان انتم ممكن تكونوا اتنين مختلفين عن بعض شايفاك في اختلاف اا بعضكم ممكن يكون اا بيخبي علاقة يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها ده هيكون للبعض مش للكل برج الجادل بيخبي علاقة بيحاول يدفع عن نفسه اا فيها لكن شايفاك اا شايفاك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفاك هتاخد قرار ااا بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاطفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت اكون مسيطر ان انت يكون لك رأي لك الكلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف التين يعني انت في نيتك انك ااا اا انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن من غير ما تسبل مخد ده تفكيرك انت لكن انا شايف عتاب كثير بس ممكن يكون بعد العتاب ده فيه صلحه وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم دي علاقة زوجية قديمة عن حب لبعضكم كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او في علاقة سلسية يعني هو مرتبط قبل كده شايفك في حاجات مش فاهمها يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت الطرفي الثاني بقى الزوج او الزوجة يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية عنده فعلا شوية همود فيه بتحفز بس الطرف ده تعبان يعني الطرف ده تعبان متضايق ممكن للبعض الطرف الثاني يكون مسافر او يكون بيفكر في سفر او تكونوا من بلاد مختلفة في وضع انتوا فضلتوا فيه الوضع ده فضل متعلق لفترة او هو بالنسبة للطرف الثاني هو فضل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان منستني منك حاجة وانت ما عملتهاش يعني كان منستنيك انك تعمل حاجة انت او منستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايتك كده دي نظرة الطرف الثاني بالنسبة لك في حب او في حب علاقة روحية في علاقة روحية لكن في حزن في حزن في جمود في وضع متعلق في خسارة في غمود كمان في حد قلبه مقصور ممكن الطرف الثاني يكون حاسس ان هو قلبه مقصور منك يكون حاسس ان انت خدعته ممكن يكون القراءة عكسية لكن الطرف الثاني هو عايز ياخد قراءة يعني عايز يحسم المسألة دي انا بتتلم هنا بالنسبة للمتزوجين في مسألة في علاقتكو هو محتاج ان هو يحسمها ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر محتاج يفكر بحكمة او محتاجك انت تفكر يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة محتاجك تشوفها بشكل تاني هو شايفك كمان حد كويس يعني هو بيشوفك حد كويس بيشوفك حد ناجح بيشوفك حد ليه مستقبل بيشوفك حد عملي او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها عندك طموح عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه اه كمان بالذات لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة بيشوفك مستقلة بذاتك يعني شايف عندك حاجات كتير ومالذات كتير حلوة وفي حب كمان لكن فيه وجع كتير جدا في العلاقة دي فيه وجع كتير فيها النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين اه يعني ممكن يعني بيقولك هنا انه اظهر مشاعرك اتكلم مع طرفك تاني قول اللي في قلبك قول اللي انت بتحس بيه بلايش طول الوقت تفضل اه مخبي او كاتم او مش عايز او مش عايز تبين لا اظهر مشاعرك اتكلم اه يعني اوصلوا مع بعض الحاجة في نفس الوقت يعني استعمل الحكمة يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك اه يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهود او انت بترمي نفسك لا كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك اه بشكل انت تشوفه ان هو يليق بك اه ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد ممكن تسأل حد او اه انت في حاجة مش بتظهرها ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجدل اه الكروت هي ما بتنصحك انك تظهر عواطفك هنا برضو الكنجوفكابس يعني اه شايفك مقدم كسك بس فاضي يعني ما فوش اي حاجة لكن انت عندك حب اظهر العواطف دي باينها كمان هنا انت قافل على نفسك وقافل كده على كل حاجة جوا حضنك مش نباين اي حاجة لأ اظهر كل حاجة او الطاقات اللي موجودة معي في القراءة موجود معاك الطاقة الترابية موجود معاك الطاقة المائية اه موجود معاك الطاقة الهوائية والنارية مش كتير قويان اه الابراج اللي موجودة شايفة عزراء شايفة حمل اه شايفة ثور شايفة اه ايه تاني اه شايفة سرطان شايفة جوزاء شايفة قوس اه شايفة اسد دي طاقات ودي الابراج اللي موجودة معايا او في جوزاء اهو هنا تاني في اسد هي دي الابراج اللي موجودة معايا يا برج الجدي في القراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها اه تلات مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه اه شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه انا انا شايفة طاقة الانفصال طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني اه شايفة بعضكم ممكن يكون لسه باصص على الماضي او لسه نستني رجوع علاقة من الماضي اه شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده اه الاول انا شايفة كنت في الماضي برج الجدي اه يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة اه فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت والقراءة دية تتقى اللي موجودة قدامي يعني ممكن يكون ده عند البعض ومس شرط الطرف التالت يكون اه حب يعني او شخص تالت يعني ممكن يكون اي اطراف اه يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص مسافر او من بلد تانية او او ثقافة تانية غيره يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني اه في اختلاف وفي بعض ممكن بعضكم في بعض في المسافة لكن انا شايفة في في العلاقة دي في الانفصال ده طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي القراءة فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبان بتعيني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او 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 تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة اه ان هو يبعد اه وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج اه منتهية وممكن مكنش كانت زواج لكن فيه عندي هنا كتير زواج في الوقت الحاضر بالنسبة لك انت لسه بتفكر في الماضي لسه بعضوكو ممكن يكون فيه انفصال لكن مفيش طلاقة لسه بتفكر برجوع لسه بتقول انه ممكن يعني عندك الزوارلد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفك في الاول في وقتنا ده انت متكتف انت في وضع مش شايف حاجة مش قادر تقدم خطوة ولا تاخر ولا تكترف ولا تعمل حاجة انت في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد مش قادر تعمل حاجة كمان شايفك بتدفع عن نفسك ممكن تكون بتدفع عن حياتك ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش مصمم انك ترجع الطرف التاني ليك اه في هنا برضو طرف تالت نفسك الموضوع اه في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر دي يعني هدم علاقة لسه تاور دي هدم علاقة يعني علاقة خلاص هي انتهت آآ كمان عند بعضكو هي انتهت باسلوب مش حلو يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية الطرف التاني لما نهل علاقة يا برج الجدي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويسة هد المعبد علي فيه ومشي بشكل مش كويس تاب النسبة المنفصلين والمطلقين آآ يعني بعضكو الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل مسيطر عليه آآ شطانه يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي شايفك آآ بعضكو على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما انا شايفك مكتئب منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندوكو خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة آآ شايفكو كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لان نديك رائعة الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك أو تكون بتدافع عن نفسك تكون آآ متهم بحاجة او حد بي آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك آآ آآ قافل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكو آآ جيل ورجوع ورفض يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية انا شايفك هنا قافل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوك 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 كتير آآ ورفض للطرف الآخر او رفض الطرف الآخر بيك يا برج الجدل المستقبل بتاعت عن قول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ آآ هواقية كمان آآ شايفة آآ جوترابية كل الطاقات موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجدل آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة الميزان آآ شايفة العقرب شايفة آآ الحمل الصور الجدل الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجدل آآ لو شفت حاجة تامية ها هقول لكن هي دي الابراج اللي انا شايفة حالين قدامي والجوزاء والكوس دول حالين لكن كل الطاقات موجودة آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب جيلك علاقة حب آآ آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية يعني مش مش مدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بيلك هي علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب آآ حاجات انت تعرفت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني شايفك عندك غموت شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك او اللي هيكون معاك في العلاقة لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله آآ يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايفة على حاجة مش هتكون خايفة على حد آآ يعني بتتصرف بعفوية في نفس الوقت المشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم آآ حصل معاهم غدرة او خداع او موضوع طرف ثالث او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلان على حاجات انت عملتها في دي قدمتها واخسرت فيها يعني بعضوكم عنده اخبار حلوة كمان فيها هتجي لك اخبار حلوة هتجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية آآ فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا لان انت تنفذها برج الجدي فيه عندك امنية نفتة تتحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله واحتمال كمان لان هي جنب الكارت بتاعك احتمال تكون يعني بخصوص حد من الماضي بخصوص شخص من الماضي آآ يرجع ايه تفكير الطرف التاني اللي انت منفاصل عنه آآ فيك يا برج الجدي آآ يعني هنا ممكن يكون شايف ان هو خدعك ان هو ظلمك او يكون هو مخدوع او يكون هو مظلوم آآ هو متدمر او شايف ان هو دمرك يعني هو آآ يعني جابك ارض عالاخر يعني آآ ممكن يكون ضميره بيقنبه حاسس بآآ بحملة قيل آآ فيه تردد كمان بعضوك لو يعني في رجوع آآ لكن هو متردد مش قادر ياخد قرار من ناحية رجوع لا حاليا مش عارف ياخد قرار في ان هو يرجع آآ يعني هو خايف ممكن كمان يكون خايف من عتاب خايف من لوم آآ خايف من تدخل اشخاص تانين يعني فيه غينة خوف انا شايفة وفعلا شايفة لو هو رجع آآ ممكن يكون بعضوكو يعني مستحلف او حاجة لا في عتاب قوي هيحصل لو الطرف التاني رجع وهو عارف كده آآ شايفة ممكن يكون بيفكر ان هو يرجع آآ بس الطريقة غير مباشرة بيشتغل على كده على فكرة يعني هو قاعد آآ يدأدأ كده مع نفسه هو شغال على كده ممكن ان هو آآ آآ يكون يرجع بطريقة غير مباشرة او ان هو ما يعرضش نفسه للعتاب القوي اللي ممكن يتعرض له ده هو كمان عايز يعرف اخبار عنك ممكن يكون عايز يعرف اخبار عنك هو آآ يعني شايف ان انت غامض شوية او في حاجات مش واضحة بالنسبة له عايز يتأكد من حاجة عايز يعرف انت مرتبط ولا مش مرتبط انت عرفت حد تاني ولا لا يعني ممكن يكون هو ده تفكيره لان هو في حاجات هو مش عارفها ومش قادر يعرفها في الوقت الحالي آآ زي ما قلت انتم عندكم في العلاقة في تدخل اشخاص كمان يعني في علاقات هنا انتهت بسبب تدخل اشخاص تانية غيركم في العلاقة آآ انتهت بمشاكل كتير الطرف التاني شايف كده شايف ان في ناس بتدخل في العلاقة آآ علاقة حصل فيها مشاكل كتير جدا آآ لكن في تأخير شوية في الرجوع لان الرجوع فيه قلق وفيه خوف وآآ وفيه حد مجروح جامد وآآ وفيه حد خايف من عتاب ولوم او تدخل اشخاص تانيين فاللجوع نيته موجودة لكن فيه قلق شوية من ناحيته آآ النصيحة بتاعتك بالنسبة لمطلقين والمنفصلين بورج آآ يعني انت هو بيقولك يعني ان انت تعبان جدا آآ هو شايف كمان الطار وشايف انك فيه امور انت ميديها اكبر من حجمها هي مش بالمعنى اللي انت شايفه او هي مش بالصورة السيئة او السلبية اللي انت شايفها آآ حاول تستشفي آآ تقعد مع نفسك شوية آآ تراجع اخطائك او اخطاء الطرف التاني آآ تفكر في الموضوع بشكل يعني بس وانت مرتاح مش وانت مشوش وتعبان او بتفكر في السلبيات او بتفكر في المشاكل اللي خاصلت لك لأ اباد عن كل ده وفكر بهدوء بعدها هتلاقي حلول كتير يعني بص هنا بعد ما انت فكرت بهدوء هنا بيقولك انك فيه عروض كتير حلوة قدامك فيه عرض كمان فيه عرض يعني يا رباني من عند ربنا ما فيه خير هيجي لك ان شاء الله آآ فيه حب حواليك يا برج الجدي بس انت مش شايفه انت باصس على حاجة معينة هي اللي انت عايزها او بعضكم فعلا يكون بيفكر في الرجوع للماضي آآ حاول تتغلب يكون عندك صبر وتتغلب على كل مشاكلك وعلى كل حاجة حصلتلك وتسيطر على المشاكل والطاقات السربية اللي حواليك علشان توصل في النهاية يعني الكروت ترتبها بصراحة عجبني جدا آآ لعلاقة كويسة لحاجة كويسة انت بتفكر في الرتباط بتفكر في حب بتفكر في نجاح علاقة ده اللي انت هتوصله ان شاء الله بس بعد ما تسمع النصيحة دي بترتبها كده اللي احنا قلناه كل ده هيجي لك كل ده عندك كمان فيها استقرار هيكون مادي ان شاء الله آآ عندك استقرار مادي في المرحلة اللي جاية مع العاطفة ان شاء الله في حاجات كمان كتير بعد ما تعمل كده في حاجات سيئة كتير جدا انت هتسيبها وارك سيب ماضي سيئ جدا وكان متعب كتير بالنسبالك هتنتهي منه تماما وهتروح لحياة جديدة تانية خالص فيها حب وفيها عطاء متبادل آآ في المرحلة اللي جاية بس تتخلص من الطاقة السلبية حاول تسيطر على وضعك وعلى مشاكلك وآآ ومتاخدش الامور بالسوق القوي اللي انت شايفه عليه حاليا هي مش كده ترو بيقولك ان الموضوع مش عامل كده آآ متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب آآ ونروح للعاذبين والغير مرتبطين من برج الجديد الكراءة نسبة للعاذبين والغير مرتبطين هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل آآ هنشوف ايه حصل معاك في الماضي وايه يحصل معاك بيحصل معاك حاليا وايه اللي هيحصل في المستقبل ان شاء الله والنصيحات لك الطاقات الموجودة الاول في الكراءة شايفها الطاقة الترابية وشايفها الطاقة النارية والطاقة الهوائية والطاقة الماء برضو موجودة آآ الابراج اللي موجودة شايفها برج العقرب، برج السرطان، برج الأسد، برج الميزان، برج الصور، برج الجوزاء، برج الدل برج العزراء، برج الحمل، كتير ابراج موجودة ندخل في الكراءة الطاقة بتاعتك الاول انا شايفك حاليا في الوقت الحالي شايفك في حاجة محتار فيها او في حاجة انت عايز تعرف حاجة عنها او حاجة عايز تعرفها بس ده بالنسبة لك في الوقت الحالي آآ في كمان مسئولية عندك يا برج الجدي في حاجة حاجة قوية انت شايل المسئولية بتاعتها عندك مسئولية تقيلة آآ شايفها اكبر من طاقتك آآ شايفك بتشتغل على نفسك كتير ممكن عشان المسئولية اللي عندك دي او بتفكر فيها كتير يعني هي حمل كبير بالنسبالك آآ لكن شايفها فيه تقدم في حالتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله في التحسن في في الطاقة بتاعتك انت يعني بعد كده عندك انطلاقة وعندك يعني عندك ادوات كتير جدا ممكن تستعملها في المرحلة اللي جاية عشان تتغلب على التعب اللي عندك او المسئولية الكتير اللي عندك دي وكمان علشان توصل للحاجة الغمضة ان انت عايز تعرفها او ان انت عايز توصل لها دي او بتفكر فيها في الوقت الحالي آآ ايه حالتك في الماضي انا شايفك برج الجاية في الماضي انت عندك احداث كتير جدا يعني مش آآ يعني الماضي بتاعت بكتري يعني في حاجات كتير جدا الماضي فيه تعب آآ فيه وجع قلب آآ فيه خداع وخيانة وآآ وفيه حب كمان يعني فيه حب ممكن يكون بعضوكم كان بيحب حد آآ آآ الحد ده قريبه زميله آآ جاره آآ حد معرفه قزيمة حد معاه من زمان او فان يعرفه من زمان آآ يعني فيه كان فيه علاقة حب قوية لكن فيه غدر فيه سرقة فيه خيانة فيه بتعاد آآ فيه شايفك متقلم جدا شايفك مصدوم يعني مش قادر مش قادر تنام فيه حاجات آآ ما كنتش قادر تسيطر عليها في العلاقة احتمال للبعض تكون كنت في علاقة ثلاثية او في علاقة دخل فيها طرف تالت آآ يعني او يعني او انت كنت طرف تالت انت نفسك كنت طرف تالت في علاقة آآ ويفضلت ان انت تبعد او الحد اللي انت كنت معاه ما كملش العلاقة وفضل ان هو يبعد آآ لكن شايفك تعبين انت تعبين بعد ما كنت في العلاقة دي انت كنت سعيد جدا يعني كنت عايش في حالة يعني حالة زي الحلم بالنسبالك او حاسس ان ده احسن وضع او احسن علاقة حب بالنسبالك آآ وضعك الحالي برج الجدي آآ عذاب وآ غير مرتبطين آآ ممكن بعضوكو يكون في علاقة حب حاليا في علاقة حب آآ خطوبة او آآ او ارتباط آآ يعني في ارتباط نوعا ما ولو ما فيش ارتباط انت في عندك ارتباط عندك زواج آآ يعني في عندك كمان يعني الارتباط والزواج ده آآ انت كنت مستنيه يعني في حاجة انت كنت مستنيها في المرحلة دي هتتحقق عندك ان شاء الله في عندك عرض حب احتمل للبعض تكون حد اصغر منك او انت اصغر منه يعني فارق عمري كتير او العقلية مختلفة آآ الحزن اللي عندك ده هيمتهي برضو في حاجة غمضة انت بتدور عليها او الطرف التاني بيدور عليها عندك يا برج الجديد فيه جمود كتير في العلاقات ان شاء الله كل ده انت هتسيبه يعني شايفاك سايب كل الحزن كل المشاكل ورايح لحاجات يعني العلاقات احسن وعلاقات اقوى آآ وفي المستقبل آآ بالفعل انت في حاجات كتير في الماضي ما اتهت يعني انت في حاجات مش عايز ترجع لها تاني بالنسبة لك خلاص انتهت مش عايزها تاني آآ استشفيت منها كلها آآ هتقبل حاجات بتتقدم لك او عروض حب تانية بتتقدم لك آآ وضعك النفسي والاجتماعي والمجدي والعاطفي هيكون كويس جدا لان انت ظاهر لك في القراءة في المستقبل آآ كزا كوين آآ يعني كزا كوين طلع لك في المستقبل آآ لكن من وقت للتاني زي ما قلت هتبقى شوية بتبص على الماضي او بتفتكره من وقت للتاني لان هو اثر فيك جدا في حاجة اثرت فيك جدا يا برج الجدي آآ في مرحلة قديمة من حياتك او مرحلة فاتت من حياتك انت مش قادر تنساها آآ تفكيرك كمان وطريقة آآ آآ مشاعرك او تبادلك للحب كمان هتختلف هتغيرها هتبقى بتفكر بعقلك اكتر مش ببع وطفك آآ عشان للمرحلة دي كوين الفون آآ يعني تبقى واثق من نفسك آآ وضع تكون فيه اقوى انت عايز تكون اقوى انت تعبت من الغدر تعبت من الانهزام مش عايز تاني تكون مرمي كده او مهزوم بالشكل ده انت مش عايز الوضع ده تاني آآ كمان هتبقى شاطر قبل يعني بتعرف تعمل حاجات كتير آآ بتعرف آآ يعني يعني فهمة الدنيا هتبقى ماشية ازاي فهتعرف تتعامل مع الشخص اللي قدامك بدمغه يعني مش هتبقى ممكن لو كان بعضك وعنده سزاجة مش هيكون عندك سزاجة تاني آآ انت للطرف التاني هو اللي بعد كده هيبقى عايز يعرف انت ايه بتفكر ازاي هو اللي هيقدم الحب وانت اللي هتفكر تقبل ولا لأ آآ النصيحة بتاعتك آآ حاول ما تدخلش اي اطراف عندك كمان لو انت في امنية او حاجة عايزها تتحقق آآ حاول تتصدق طلع صدقة عشان الامنية دي تتحقق آآ هتوصل لوضع كويس جدا في ثبات وفي آآ يعني انا شايفاك راكز كده مالي مركزك جدا في العلاقات بعد كده فوضع كويس انت حاول تسعى لده آآ وما تدخلش حد وما تدخلش في آآ يعني مجادلات مع اشخاص بزيات في الحاجات اللي تخصت علاقاتك العاطفية آآ لازم تقطع ده بينك وبين غيرك تماما في في مرحلتك اللي جاية يعني هي انا لان هي طلع لك هنا في الكروت بتاعت النصيحة فممكن يكون في حاجات كنت كنت بتدخل فيها اشخاص تانية او بتحكي عن حالتك العاطفية لاشخاص تانية حاول ما تعملش كده لانها كانت من ضمن اسباب انك انك تفشل في علاقة قبل كده او حاجة زي كده كانت من ضمن اسباب آآ دي كانت القراءة العاطفية بالنسبة للعزلين للغير مرتبطين مما وليد برج الجادي آآ هستمر اشخاص